يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة كان فيه مباراة حلوة يا جماعة كل اللي بيحب الكرة بفرج عليها النهاردة استمتع جدا 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 بالمباراة مباراة بين منشستر سيتي وأرسنل مباراة كانت قوية جدا على ملعب الاتحاد ملعب منشستر سيتي سيتي تقدم أولا بهدف لهالان في الديئة 9 بعد كده كاليفوريا اللعب الإطالي الرائع جدا شط شوطة حلوة أول أرسنل في الديئة 22 سجل بها هدف التعادل بعد كده مجليس سجل الهدف الثاني لأرسنل في الديئة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع فيه الشوط الأول بعد كده ستونز تعادل للسيتي في الديئة 98 مباراة كانت مصيرة جدا مباراة كانت رائعة جدا ممتعة جدا بس تفاصيلها كانت خطيرة جدا يعني ايه أولا فيها حدث خطير جدا بالنسبة لمنشستر سيتي يعني لو منشستر سيتي النهاردة نجى من الهزيمة بتعادل في الديئة الأخيرة فعنده حدث صادم في المباراة النهاردة رودري لعب الوسط الأسباني أفضل وسط ملعب دفاعي في العالم اللي لم يكن في التاريخ لعب قوي جدا لعب راعة جدا لعب متكامل جدا وفي رأيي كثير من الناس حول العالم أنه سبب أو جزء كبير من أسباب نجاح أرسل في السنوات الأخيرة هو رودري نهاردة خرج مصاب ويبدو أنها إصابة كبيرة في الرجبة يبدو أنها إصابة بقطع في الرباط الصليوي حتى الآن مفيش إعلان رسمي بس كده شكل رودري الموسم بتاعه خلص ولو رودري الموسم بتاعه خلص وأنا وإنت هو وخليك فاكر اليوم ده موسم منشستر سيتي خلص لا دوري ولا دوري أبطال أوروبا هتقول لي بيب جوارديولا هقولك طبعا هتقول لي لعبة عظيمة طبعا هتقول لي هالند مفيش زيه هتقول لي دي بروين مفيش زيه هتقول لي برداندو سيلفا يا سيدي بس رودري هو أهم حاجة في منشستر سيتي خسارة لا تعوض لا تعوض أي لاعب في منشستر سيتي يعوض بما فيهم هالند هتقول لي هالند هالند أقولك آه بمنظومة هجومية يقدر يشتغل بيها بيب جوارديولا يعوض هالند لكن رودري لا فلو رودري فعلا أثبت أنه أصيب بقاطع في رباط الصليبي فالسيتي هي يعاني جدا السنة دي ده واحد اثنين كان فيها اعتراضات النهاردة على التحكيم كتير سواء من منشستر سيتي أو من أرسنل بس الحكم يا جماعة الحكام دول يا جماعة وانتهى الهدوء والزكاء والصرامة ومفيش بعد كده جمال بكلمك على الصرامة مش محللك اللقطات التحكمية فلو صارت طرد لعب أرسنل في الشوت الأول والأمور في الشوت التاني وصلت أن منشستر سيتي كان في بعض الأحيان مستحوذ على الكورة 91% مقابل 9% الأرسنل انت بتخيل الرقم؟ حرفيا بدون مبالغة لو انت مفرجش على المباراة أكنجي ودياز كانوا عند منطقة جزاء أرسنل طول الوقت يعني الفرقة كلها لحد منطقة جزاء أرسنل عما يبدلوا في الكورة ويتحركوا بالكورة ويلعبوا بالكورة ويحاولوا كتير على دفاع أرسنل أرسنل النهاردة لعب مباراة دفاعية ميسالية مرعبة خيالية 45 دقيقة بدون مبالغة شيل منهم دقيقتين يا سيدي أو خليوا 45 دقيقة ومتحسبش الوقت الضايع 45 دقيقة أرسنل جوة منطقة عفوا منشستر سيتي جوة منطقة أرسنل منطقة جزاء أرسنل ترجمة نانسي قنقر